لما نتكلم عن اليوم العالمي المتاحف وفعلاً احنا قلنا الكلام ده في البداية ومش تحيز لمصر ده حق أهد يعني ده حق الدولة علينا اهتمام كبير بالمتاحف وإحنا عندنا تنوع في المتاحف وفي محتوياتها إزاي شايف اهتمام الدولة المصرية بالمتاحف خلال السنين اللي فاتت؟ أعتقد في خلال السنوات الأخيرة اللي فاتت كان فيه اهتمام كبير جداً بالتنوع الثقافي واهتمام المتحفي وافتتاح مجموعة من المتاحف كانت هي الأكبر في تاريخ مصر طبعاً مصر احنا بنتكلم على بلد لها تبعية حضارية كبيرة من الحضارة المصرية القديمة الحضارة الونينية الرومانية الحضارة الإسلامية والعصور المختلفة فده كان لازم يكون فيه تنوع أيضاً تنوع متاحفها ومش بس ان احنا بنقول ان احنا بلد زيادة عن 100 مليون المتاحف انا ما زلت بقول ان هي قليلة على العدد والثقافة والحضارة اللي بتمر بيها مصر يعني احنا ما زلنا حتى لو هو فيه متاحف افتتحت بكسرة بس احنا ما زلنا من ننتظر من الدولة الكثير حتى نكون كل الموضوعات المجتمعية والثقافية نغطيها من خلال متاحفنا الغارب عمل كده وده بيدي تنوع ثقافي ان احنا نقدر نختبر الشعوب ونقدر نتكلم في جميع موضوعاتنا بدون خجل او نحنا خايفين فالمتاحف بتعطي ده من خلال معروضاتها من اختلاف ندواتها من خلال ثقافاتها من اختلاف كمان التنوع اللي يقدر يدخله كل واحد يحب نوع معين من المقتنيات او من الثقافة يقدر يروح ويشوف بدون اي خجل او خوف ترجمة نانسي قنقر